اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث ينمز لانطلب التفاعل بدلتا اش اغ ولانطلب التشكل بدلتا اش اف ثانيا باستعمال طاقات الروابط في حالة تشكل الرابطة دلتا اش اف اا بي هي انطلب تشكل الرابطة اا بي انتلاق من الذرات او بي مأخوذة في حالتها الغازية وهي دائما سالبة وتعطى بالعلاقة التالية اما في حالة تفاكك الرابطة فان دلتا اش دي اا بي هي انطلب تفاكك الرابطة اا بي الى ذرات حرة في الحالة الغازية وهي دائما مجابة وتعطى بالعلاقة التالية ملاحظة ان دلتا اش التفاكك اا بي تساوي الى ناقص دلتا اش تشكل اا بي يرمز كذلك برمز ا اا بي لطاقة الرابطة حيث عندما نقول طاقة الرابطة فقط القيمة تأخذ بالقيمة المطلقة بينما عندما نقول طاقة التفاكك الرابطة تكون القيمة دائما مجابة وعندما نقول طاقة تشكل الرابطة تكون القيمة دائما سالبة ثالثا باستعمال انطلبيات التفاعلات الوسطية لتكون سلسلة التفاعلات التالية ا يعطي بي انطلبي هذا التفاعل هي دلتا اش واحد بي يعطي سي انطلبي هذا التفاعل هي دلتا اش ني التفاعل الثالث هو ا يعطي بي دلتا اش اغ هي انطلبي لهذا التفاعل لحساب انطلبي هذا التفاعل الاخير نقوم بتشكيل المخطط التالي حيث اذا جمعنا المعادلة الاولى والمعادلة الثانية نتحصل على المعادلة الثالثة وبهذا تعطي علاقة انطلبي التفاعل بالعلاقة التالية علاقة كيرشوف بتغير درجة الحرارة تتغير انطلبي التفاعل تغيرا ضفيفا ويمكن حساب الانطلبي الجديد بتطبيق علاقة كيرشوف وهي دلتا اش ت تساوي دلتا اش تزيغو زائد تكامل من تصفر الى ت لدلتا سي بي ديت اذا كانت قيمة سعى الحرارية لا تتعلق بدرجة الحرارة تكتب العلاقة من الشكل دلتا اش ت تساوي دلتا اش تزيغو زائد دلتا سي بي في تي ناقص تي سفر الان نتطرق الى التمرين التطبيقي نص التمرين يقول يتم التفاعل التالي عند 25 درجة مئوية فاذا علمت ان دلتا اش تشكل سعى اش كاتر تساوي ناقص 74.6 كيلو جول بغمول ودلتا اش تشكل سي سال كاتر تساوي ناقص 104.48 كيلو جول بغمول احسب ان تلبي تشكل الرابطة بين اش سيل ثانيا احسب طاقة الرابطة اش سيل علما ان طاقة الرابطة بين الذرتين الكلور تقدر بـ 242 كيلو جول على المول وطاقة الرابطة بين الذرتين الهيدروجين تقدر بـ 436 كيلو جول على المول ثالثا احسب ان تلبي التفاعل التالي عند 25 درجة مئوية وعند 50 درجة مئوية يُعطى دلتا اش تشكل سي اش سيل تساوي ناقص 83.6 كيلو جول على المول والسعاد الحرارية للمواد الناتجة والمواد المتفاعلة مدونة في الجدول الإجابة على التمرين التطبيقي حساب ان تلبي تشكل دلتا اش اف للأش سيل بتطبيق قانون هاس وباستعمال ان تلبيات التشكل دلتا اش واحد يساوي إلى مجموع دلتا اش اف للمواد الناتجة ناقص مجموع دلتا اش اف للمواد المتفاعلة دلتا اش واحد يساوي اربعة دلتا اش اف اش سيل زائد دلتا اش اف سيل 4 ناقص دلتا اش اف سيل 4 ناقص دلتا اش اف سيل 4 ناقص دلتا اش اف سيل اش 4 الغازي وبتطبيق هذا دي نجد دلتا اش تشكل الاش سيل الغازي تساوي إلى ناقص 90.3 كيلو جول بغمول حساب طاقة الرابطة او اش سيل الطاقة المعطاة في الجدول موجبة فهي طاقة الروابط وبهذا يمكن تشكيل المخطط التالي انطلاقا من معادلة التفاعل نلاحظ ان المواد الناتجة والمواد المتفايلة هي في الحالة الغازية نصف مول من جزء الهيدروجين يتفكك إلى مول من ذرات الهيدروجين الطاقة اللازمة لهذا التفاعل هي نصف او اش اش نصف مول من جزء الكلور الغازي يتفكك إلى مول من ذرات الكلور الطاقة اللازمة لهذا التفاعل هي نصف او سيل سيل ذرات الهيدروجين وذرات الكلور ترتبط بطاقة ناقص ÖHCl لتشكل HCl الغازي ومن المخطط يمكن كتابة العلاقة ΔHFHCl تساوي نصف ÖHH زائد نصف ÖCLCL ناقص ÖHCl ومنه ÖHCl يساوي نصف ÖHH زائد نصف ÖCLCL ناقص HFHCl وبتطبيق هذا دي نجد طاقة الرابطة HCl تساوي إلى 431.3 كيلوجول على المول ملاحظة طاقة تشكل الرابطة هي ناقص 431.3 كيلوجول على المول أما طاقة تفكوك الرابطة فهي زائد 431.3 كيلوجول على المول حساب أنطل بالتفاعل التالي عند 25 درجة مئوية بتطبيق قانون هاس فإن دلتا H2 تساوي إلى مجموعة دلتا HF النواتج ناقص مجموعة دلتا HF المتفاعلة ومنه دلتا H2 تساوي 3 دلتا HF HCl زائد دلتا HF CHCl3 ناقص دلتا HF CH4 وبتطبيق عددي نجد دلتا H2 تساوي إلى ناقص 225.9 كيلوجول على المول حساب أنطل بالتفاعل عند 50 درجة مئوية نطبق قانون كيرشوف دلتا H عند T تساوي دلتا H عند T0 زائد التكامل من T0 إلى T لدلتا CP دي T بما أن السعاد الحرارية للمواد الناتجة والمواد المتفاعلة لا تتعلق بدرجة الحرارة فإن دلتا H عند T تساوي دلتا H عند T0 زائد دلتا CP T ناقص T0 دلتا CP تساوي 3 CP لHCl زائد CP لCHCl3 ناقص 3 CP CL2 ناقص CP CH4 دلتا CP بتطبيق عددي تساوي إلى 15.55 جول على المول بتعويض دلتا CP في التكامل نجد دلتا H عند T323 تساوي ناقص 225.9 زائد 15.55 في الفرق في درجة الحرارة دلتا H عند T323 تساوي ناقص 285.5 كيلوجول على المول نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر